السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنكمل الوحدة الأولى من تغذية الرياضيين أو التغذية الرياضية والجزء الثاني وهو يتحدث عن جزئية الكربوهايدرات إذن الجزء الثاني الوحدة الأولى من هذه السلسلة وهي تتحدث عن الكربوهايدرات أحد المصادر الرئيسية للطاقة للرياضيين الكربوهايدرات كما نعرفها تبقى هي مفتاح التغذية الأساسي للرياضيين فهي التي تزود الوقود الرئيسي للتدريب وكما نعلم كل جرام من الكربوهايدرات يعطي أربع سعرات حرارية خصوصا أثناء التدريب المستمر وتدريب الطويل أو التحميل ذو الكثافة العالية الحمل أو العبء الرياضي ذو الكثافة العالية High Intensity Sports الجسم له سعة محددة للقدرة على تخزين الكربوهايدرات كما نعلم كالجليكوجين في العضلات والكبد والمخازن المخصصة له ويجب أن يعاد ملءها بانتظام لدعم التدريب كلما يتم حرق هذه الكربوهايدرات وتفريغ هذا الكلايكوجين من العضلات والكبد ومخازن مخازن الجسم المنخفضة من محتوىها للكربوهايدرات يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد وضعف الأداء في التدريب أو المنافسة الرياضية وتحقيق الهدف وبالتالي تؤثر سلبيا على نظام المناعة لجسم الرياضي وهذه مهمة جدا إذن ملء الخزانات من الكربوهايدرات ومحتواها بالنسب المعروفة والتي سنتعرض لها بالتفاصيل في سياق هذا المساق حتى يمكن للرياضي طبعا هنا بإشراف تغذوي مباشر من الأخصائيين ويمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى الإجهاد وضعف الأداء وبالتالي الفشل متطلبات الكربوهايدرات تتأثر بالأحمال التدريبية والعبء التدريبي للرياضي بشكل كبير بالشكل اليومي أو المعتاد تكرار وزمن وكثافة العبء الرياضي والأحمال التدريبية ومتطلبات المنافسة على سكور أو هدف معين أو زمن معين كمية الكربوهايدرات اليومية التي يحتاجها الرياضي يجب أن تعكس مستوى التدريب اليومي لهذا الشخص هذه نقطة مهمة كمية الكربوهايدرات اليومية يجب أن تعكس مستوى التدريب اليومي للرياضي فأيام التدريب ذات الشدة العالية كمية الكربوهايدرات هنا من الضروري أن تزاد أو نعمل زيادة إلها بنسب معينة طبعا تدريجيا حسب ما سنرى حتى يتم تسهيل أداء التدريب المثالي والنتيجة المثالية وهنا تروج للتحسن بين جلسات التدريب بالمقابل في أيام التدريب المنخفضة الشدة والمعتدلة كمية الكربوهايدرات هنا خصوصا من المصادر قليلة القيمة الغذائية مثل العصائر والمشروبات والمعجنات أو الكعك والبسكويت إلى آخره قد يكون هنا من الضروري أن تنخفض هذه الكمية من الكربوهايدرات حتى تعكس انخفاض مستوى التدريب وتحميل التدريب على الجسم والعضلات وبالتالي لا يكتسب الرياضي هنا أي وزن إضافي نتيجة الكمية المناسبة مع مستوى التدريب وهذه هي مهمة وتخص كل رياضي وتخص كل مشرف تغذوي الهدف من كمية الكربوهايدرات هنا دعونا نرى لهذا الجدول أقل ما يمكن من النشاط الحركي يعني لما نسميه إحنا سيدنتر لايف ستايل أو الحركة المعتادة العادية التي لا يوجد بها نشاط يحتاج الجسم من 2 إلى 3 جرام من الكربوهايدرات لكل كيلو جرام من وزن الجسم تمام؟ لكل كيلو جرام من وزن الجسم يحتاج في أقل نشاط حركي إلى 2 إلى 3 جرام من الكربوهايدرات بشكل يومي النشاط البدني الممارس من 3 إلى 5 ساعات في الأسبوع 3 إلى 5 ساعات في الأسبوع اللي هو السلايت سبورت ليفل من 4 إلى 5 جرام من الكربوهايدرات لكل كيلو جرام من وزن الجسم في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع النشاط البدني المعتدل اللي بيمارسه كل رياضة بشكل عام يعني معتدل 10 ساعات في الأسبوع رياضة موزع طبعا على 7 أيام من 6 إلى 7 جرامات من الكربوهايدرات لكل كيلو جرام من وزن الجسم النشاط الاحترافي للرياضيين الممارسين لـ 20 ساعة في الأسبوع رياضة يحتاج إلى 7 جرام من الكربوهايدرات عفوا لكل كيلو جرام من وزن الجسم تحميل الكربوهايدرات للتحمل وبعد التحمل يعني الأعباء الشاقة هنا من 7 إلى 12 جرام من الكربوهايدرات لكل كيلو جرام من وزن الجسم كما وضحنا في الإسلايدات السابقة في المحاضرة الأولى النشاط البدني المكثف يحتاج إلى مخازن أعلى والنشاط البدني المنخفض يحتاج إلى نشاط كربوهايدراتي منخفض في هذه المخازن بعض الأطعمة المغذية المختارة والتي تزود الرياضة بـ 30 جرام من الكربوهايدرات بشكل يومي وهو في المعدل الصحي المطلوب حسب توصيات عالمية ودراسات من 150 إلى 250 ملي من وجبة طعام سائلة طبعا النجمة هنا على كل التوضيحات هنا هي مصدر جيد للبروتين أيضا 150 إلى 250 ملي من وجبة طعام سائلة تعطي 30 جرام من الكربوهايدرات 150 إلى 200 ملي من الحليب المخفوق أو عصير الفواكه 300 ملي من الحليب قليل الدسم بنكهات مختلفة طبعا غير محلة 200 جرام من اللبن أو اليوغورت بنكهات الفواكه المختلفة سواء كانت طبيعية أو مخلوطة على هيئة مستحلب 150 جرام أو ما يعادل النصف كوب كريمة الرز أيضا من 30 إلى 40 جرام من يعني حوالي كوب إلى كوب ونصف من فطور الحبوب مع الحليب اللي هو الكورنيفليكس تقريبا بحبوب الذرة أو القمح 34 كوب من القشطة المطبوخة بالحليب تعطي 30 جرام من الكربوهايدرات أيضا سندويتش الجبنة ولحم الدجاج مع السلطة هنا يعني المدخن أو ليس المقلي مدخن أو ما شوي مع السلطة سندويتش الجبن خفيف الدسم يعطي 30 جرام من الكربوهايدرات شريحتين خبز و3 كعكات من الأرز أيضا تعطي هذا المقدار من الكربوهايدرات فطيرة صغيرة أيضا أو كعك انجليزي كأس من الماكرونة المطبوخة الباستا كأس طبعا مطبوخ هنا 3-4 كأس من الأرز المطبوخ نصف كوب أو 150 جرام من الفصولية المعلبة وكوب ونصف من العدس المطبوخ كل هذه السابقة الذكر تعطي وتزود في حدود 30 جرام من الكربوهايدرات بشكل معتدل أيضا 200 جرام من قطعة بطاطا من الحجم الكبير كوب ونصف من البطاطا الحلوة وقطعة ذرة كبيرة يعني نصف كوز زي اللي نحكي عليه كوز الدرة كأس شربة خضار ثقيلة يعني مكثفة يعني لا يوجد عليها طبعا هنا كريمات أو مولتانية على السوائل الخاصة فيها قطعتين متوسطتين من الفواكه أو موزة كبيرة كوب من صلطة الفواكه تلتين كوب من الفاكهة المخفوقة عبارة كعصير وتلت كوب أو 45 جرام من الفاكهة المجففة مثل المشمش والتين والأنناس طبعا كل هذا غير محلة ما فيش فيه سكر أطعمة أخرى مختارة تزود أيضا بـ 30 جرام من الكربوهايدرات غير الأساسيات اللي عرضناها ممكن ناخد 500 ملي من مشروب رياضي معين هناك بعض المشروبات الرياضية الصحية موجودة في السوق هو معتمدة 300 ملي من العصير أو 250 ملي من عصير الفاكهة أو العصير المخفوق جيدا الناعم أو مياه مادنية ذات نكهة معينة 35 إلى 40 جرام من هلام الفاصولية المطبوخة أو 40 إلى 50 جرام من قطعة شوكولاتة متوسطة الحجم أيضا هناك 60 جرام من الفطائر أو قطعة متوسطة ثلاث ملاعق من مائدة طبعا ثلاث ملاعق كبيرة من المربع أو العسل مع ملعقتين مائدة من السكر وقطعتين تلج من أكهات مختلفة كل هذه ممكن أن تزود 30 جرام من الكربوهايدرات طبعا هنا لما نختار إحنا واحدة أو أكثر من هذه الاختيارات السابقة الذكر يجب حساب متوسط الكربوهايدرات في الوجبة الغذائية كما سنفصل لاحقا إن شاء الله شكرا لكم على حسن المتابعة وأرجو الاشتراك ومتابعة هذه السلسلة الشيقة من محاضرات تغذية الرياضيين أرجو لكم مشاهدة ممتعة وألقاكم في محاضرة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة